اشتركوا في القناة اربعين كم الله اعلم اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انها اربعين اربعين يوم اربعين سنة اربعين سنة الله اعلم لكنه ينزل مطر هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد تظهر انت جسمك يرجع كما كان مرة اخرى لكننا جثث هامدة ثم يحي الله عز وجل اسرافيل فينفخ النفخة الثانية فاذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الارواح من حيث المكان الذي اعدها الله فيه فتنطلق الى اجساد العباد مرة اخرى وروحك ترجع الى جسدك لا يمكن ان تخرج روحك الى جسد شخص اخر ثم بعد ذلك نقوم مرة اخرى من من يقوم هو سعيد لماذا؟ لأن معه علامة جميلة اما انه ما تقارئ لكتاب الله او تائب او صائم او حاج او معتمر او مطيع او على طاعة او متدين او خائف من الله يبعثه سعيد لماذا؟ لانه وعد وهو في قبره انه سيقول الى الله عز وجل وهناك من يبعث وهو يصيح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون خائف ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره ان طاقة الجنة اغلقت في وجهه وفتحت له طاقة النار ولذلك طول ما هو في قبره هو يصيح يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة خائف من ما هو مقبل عليه يخرج الناس كيف حالهم؟ حفاه بلا احذية عراه بلا البسة غرلا اي القطعة اللحمة التي لما ختنت رميت ترجع مرة اخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل بوهم مثل خلاص الافئد هواء يعني انسان في رعب وكيف لا يكون في رعب لأنه رأى النار ورأى الجنة اذا كان في قبره يعود الناس مرة اخرى فكيف هي احوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله خمسون الف سنة كما قال الله جل جلال هناك اشكال مختلفة للبشر اما اولياء الله واسأل الله ان نكون منهم فوالله لن يخزيهم الله عز وجل ان الذين سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر هذا الفزع هذه القيامة لا تحزنهم ابدا ولا يشعرون فيها باي خوف او رعب لان الله وعد ان لا يجب على عبده خوفين ولا امني من خافني في الدنيا امنته يوم القيامة ولذلك يخرجون اامنين يكسوهم الله يوم يعرى الناس ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر وتبدأ الامور تحدث خلاصة الملك ملك الله يا فلان انت رجل قلبك تعلق في المساجد اخرج فلا يقف في ذلك الموقف يذهب الى ظل الله حيث لا ظل الا ظله جل جل يا فلان انت نشأت في طاعة الله اخرج يا فلان انتم تحببتم في الله اخرجوا يا فلان انت ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك اخرج يا فلان انت تصدقت فكنت صادقا في صادقتك اخرج فيخرج هؤلاء كلهم وانت واقف تتفرج شوف واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا يذهبون الى ظل الله يوم لا ظل الا ظله جل جلال ثم يأتي الشيبان الذين شابت لحاهم في دين الله في الاسلام يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي امة محمد الذين طالما وضعوا ايديهم ووجوههم يأتون نور كالخير المحجلة وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده يخرجهم من هذا المقام لماذا لان المؤمن لا يأس ولا يبأس بل تستقبره الملائكة التي احبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس ويأكلون يوم يجوع الناس ويربون يوم يعطش الناس ويلبسون يوم يعرى الناس وترى ايضا في ذلك الموقف اقوام طوقت اعناقهم بثعابين ضخمة هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سيطوقون ما باخلوا به يوم القيامة فتجدهم يعذبون تجد في يوم المحشر اقوام عراه وقد الجمهم العرق لان الشمس تدنو ليس بينهم وبينها الا ميل منهم من يغطيه العرق تخيل انسان كأنه في مسبح فاتغطي بالعرق وهناك ترى اقوام مثل الذر يطعهم الناس اولئك هم المتكبرون وايضا ترى اقوام اسودت وجوههم لماذا لانهم اعرضوا عن الله فسود الله وجوههم وهناك اقوام يصيحون يا الله يا الله فلا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم خيل المشهد تأتي محتاج لله فلا ينظر الله اليك المتكبرون المسبلون المنانون الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها كل هؤلاء لا ينظر الله اليهم يوم القيامة يا الله ويأتي الذين أعرضوا عن ذكر الله وجوههم مسودة عميان تخير إنسان يحشر مع الناس أعمى فيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خمسين ألف سنة والناس واقفة المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الخمسين ألف سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر يا الله ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين جنة إلا دقائق كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع لماذا؟ لأنه ضيف على الله حبيب إلى الله نجح في الاختبار لا يمكن أن يخزى أبدا أما أولئك فاليوم طويل والعقب كأوت بعد أن يقف الناس خمسين ألف سنة يمل الناس ويضجرون فيصحون يا ناس خلصون مما نحن فيه فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبونا أنت نبي الله اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف فيقوم آدم ويقول أنا قد أكلت من الشجر وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي آدم عاش في الدنيا أكثر من ألف سنة يذكر الذنب الذي فعله وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله اذهبوا إلى غيري فتنطلق البشرية كلها تمشي يذهبون إلى من بعده إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيانوح اشفع لنا فيرفض لأنه طلب من الله طلبا خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يغفر لابنه فينطلقوا يقول اذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقول لأن قد كذبت ثلاثة كذبات ثم يقول اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته ثم بعد ذلك يقول اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى عيسى فإذا وصلوا إلى عيسى يرفض الشفاعة فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل ويقول الله له ارفع رأسك يا محمد سلت اعطاه واشفعت شفع فيرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله له أخرج من أمتك سبعين ألفا الآن يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب الله أكبر ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب فتكون شفاعته شفاعتين شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب وشفاعة خاصة لأمته أمتنا التي نحن منها والحمد لله أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر